هلا اذا اجانا شخص بده يتبرع لدم وكان وزنه اقل من 50 كل جرام نسحب منه دم نسحب منه واحدة لا ما نسحب منه لانه من الشروط انه لازم يكون وزنه اكتر من خمسين ليش اكتر من خمسين لانه احنا عم نسحب بما مقداره نص لتر من الدم ولما نيجي نحسب لشخص وزنه اقل من خمسين لما نيجي نحسب التوتال بلد فوليوم رح نلاقي انه النص لتر هي كمية كبيرة نسبة للتوتال بلد فوليوم الموجودة عند الشخص وزنه اقل من خمسين النسبة اللي بيحسبوها هما انه ماكسمم بالكتير انه نحنا نسحب عشرة ونص ميل لكل كيلوغرام لكل كيلوغرام من وزن الشخص نسحب او نحسب انه عشرة ونص ميل these figures have been worked out based on the estimate that no more than 30% of the total blood volume can be collected يعني بما نسبته انه احنا قد ما سحبنا الوحدة الدم لازم ما نتعدى اللي هو 13% من التوتال بلد فوليوم the volume lost اللي هو ال volume donated اللي اخدنا او اللي اتبرع فيه الشخص from a single unit donation is replaced within 48 to 72 hours يعني هلأ الشخص هدا تبرع في الدم اخدنا منه ما يقارب لنص لتر طيب رح يتم تعويضها مباشرة بده من 48 ل 72 ساعة في البون مارو يبلش يصنع ربسيز جديدة and then into the circulatory system rbc's are replaced by bone marrow into the circulatory system at slower rate required from three to six weeks بعدين من تلت لست أسابيع رح تطلع من البون مارو هاي الاربسيز للcirculatory system it's therefore important that the donor has had plenty to eat and drink before the collection and the donor has something to drink after collections هلأ نحنا اخدنا منه نص لتر فنحنا لازم نهتم انه الشخص يكون ما نشربه اشي بعد ما يصير عملية الدونيشن وقبل الدونيشن عشان يصير يتم تعويض هاد الدم لازم يكون هو مغضي حالو بشكل صحيح after the collection it's important that the donor rest for 10 to 15 minutes يعني بعد ما يتم عملية سحب وحدة الدم لازم نحنا نحرص انه الشخص المتبرع يضل مرتاح لمدة 10 ل 15 دقيقة ليش عشان يصير so that the blood volume has time to equilibrate itself again يعني نحنا سحبنا من ايد واحدة ما يقارب النص لتر فعبين ما الدم يمشي كله في ال circulation لكل الجسم بيحتاج انه الشخص يرتاح من 10 ل 15 دقيقة إذا الشخص كان بتبرع بشكل دوري ممكن يضله لحد عمر 65 بلد is called for a blood donor is called in for collection of two four times a year هلا انحنا حكينا ان هو محتاج تقريبا six weeks to do حتى يرجع البلد جديد فحددوا انه خلال السنة لازم الشخص ما يتبرع اكتر من اربع مرات كل تلات اشهر مسموح له يتبرع مرة طيب اول اشي بناخد عمره لازم يكون بين التمنتاش والخمسة والخمسة وستين وزنه لازم يكون مش اقل من خمسين كيلو جرام لازم يكون كل قدش مسموح له يتبرع من مرتين لثلات مرات في السنة يعني ما لازم ناخد من الشخص عنده امراض مزمينة لانه عم ياخد ادوية بشكل مستمر انه ما سافر لمنطقة ممكن تكون فيها وباء كل شخص بتنتبق عليه هاي الشروط وكان شخص سليم وما بيعاني من امراض وزنه فوق الخمسين وعمره من 18 ل 65 دقات قلبه تمام ضغطه تمام كل شي تمام هو مسموح له يتبرع الا اذا كانت بريغناند ويمان مش مسموح لها انها تتبرع او بريست فيدنك او امرأة مرضعة او اندر مريسترال بيريوت اذا كانت الانثاغ تحت تأثير الدورة الشهرية الهيموكلوبين لازم يكون عند الميل من 13 ل 18 جرام بير دي سي ليتر البلد بلاشر ضغطه لازم يكون اقل من 180 هو الستيستيليك واقل من 100 اللي هو الديستيليك البلس لدقات قلبه من 50 ل 100 بيتس بير منت يعني ما عنده تسارع في دقات القلب او عدم انتظام في دقات القلب تيمبريتشر لازم ما يكون عنده حرارة حرارة طبيعية اقل من 37 ونص يعني اذا كانت واحدة حامل فهي ولدت هي لحد ست اشهر ممنوع تتبرع في الدم لحد ست اشهر يعني ممنوع تتبرع في الدم لغاية بعد الولادة بست اسابيع هلا شو الديست اللي ممكن ينعمل رازم ينعمل الهيباطايتس الهيباطايتس بي انتجن الهيباطايتس سي دي اي هدولا بنعملوا باي راديو اميونو السي اللي هو الطريقة الفحص اما عن طريقة راديو اميونو السي او عن طريق الالايزا اه مرض السفليس او الزهري اللي هو اه بنفحص يخطوه بالمناعة ال VDRL والرابد بلازماريجون اه فحص الهيباطايتس بي انتجن الانشفر يعني شخص ممكن يكون مصاب ما بيبين عليه مباشرة. يعني ممكن يرجعوا لفحص الـ HIV عن طريق الـ PCR ولازم ينعمل له للمتبرع اللي هو الـ ABO and الـ RH group. يعني الشخص زمر الدمه A هل هو مطلوب زي زمر الدم AB؟ الشخص زمر الدمه O negative هل هو مطلوب زي AB positive؟ لا. ففيه بيكون طلب على زمر الدم معين اكتر من زمر الدم الاخرى. مثلا الـ RH negative بيكون مطلوب اكتر لانه خلاص ممكن نعطيه لبوث اذا كان positive او negative بينما الـ RH positive احنا ما بنقدر نعطيه له الـ RH negative. نفس الشيء الـ O نعطيه لأي شخص إذا مثلا مستعجلين وما بنقدر نعمل ممكن نعطيه وحدة الدم الـ O. بس بينما الـ AB اذا عطيناها لشخص عنده زمر الدم و O احنا عم نقتل هيك. فإذا في وحدات دم مطلوبة اكتر من وحدات دم اخرى. هلأ هذا مثال على الـ Questionnaire للـ Donor. اللي هو بيكتب اسمه وهي المعلومات هل هو كان يعاني من disease او خضع على جراحة. عنده حساسية مثل الأزمة يعني هنا هل هو هذا الشخص بيعاني هلأ من هاي الأمراض من الـ Cancer والديوبيتس وإلى آخره. طيب هل خلال سنة كان يعاني من هاي الأمراض مثلا كان يعني صار عنده نزول مفاجئ في الوزن هل كانت حامل هل سافر لمنطقة معينة خلال فترة معينة وخلال آآ برضو آآ اخذ وإلى آخره. هذا إذن مثال على الـ Questionnaire يعبي الشخص المتبرع. طيب types of blood donor أنواع الشخص الأشخاص المتبرعين ممكن يكون اللي هو الشخص بتبرع دم من غير ما يتقضع أجراء. donate for benefit of others. بس يساعد غيره. receive no financial gain. paid والشخص بقول له انه يجي تبرع مقابل مبلغ مادي. receive payment for donation. replacement. إنت أعطيني واحدة دم كذا مثلا او انا بعطيك ايه بصير عملية سيتبادل. directed. اللي هو إنه هذا الشخص رح يتبرع لشخص من عيلته مش لأي حدا يعطي واحدة دم. الـ Autologous إنه الشخص يتبرع لنفسه. auto. auto يعني نفسه ذاتي. فهو الشخص حيتبرع لنفسه. record keeping طبعا انه لازم يكون في تسجيل للشخص متى تبرع. وقديش تبرع كم واحدة دم تبرع. وإلى آخر هي information. عشان ياخدوا بعين الاعتبار مثلا إذا شخص تبرع خلال الأسبوعين. لا مثلا هذا لا بصير يتبرع. هلا لازم بيرجع يتبرع بعد كمان شهرين ونص. طيب هلا رح نحك يعني flip to me for a hollow blood donation.